بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله يجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين بالنسبة للأسئلة المتكررة اللي بتيجي دايما في التعليقات من أولى وتانية سنوي احنا هنخلص الجدل دلوقتي ونطمن كل الناس الأكواد بتاعة امتحانات آخر السنة مش هتبقى نفس أكواد التجريبي لسببين السبب الأول أكواد التجريبي كانت موحدة امتحان موحد في كل المحافظات لكن الامتحان بتاع نهاية الترمع مش هينفع يبقى موحد لازم يعمله على الأقل نمازج ألفوا به وجيموا دال زي ما احنا بنشوف تمام طيب السبب التاني ان الكود التجريبي كان بيجي لك الإجابة بعد الامتحان مباشرة لكن دلوقتي مش هينفع الكلام ده تمام طيب والأكواد لسه منزلتش لغاية دلوقتي حد شئلة مفيش أي أكواد نزلت ولكن هتنزل على موقع أنا هتديكم الرابط بتاعه عشان تشوفوا الموقع ده طيب آآ الامتحانات الوزير ما قالش موحدة ولا لا ده برنامج التوقع بتاعنا ان احنا بنقول ان اللي هتبقى زي مسلا نظام تانية سنوي نمازج آآ اربع نمازج آآ شكلهم شبه بعض ولكن ايه رقم واحد عندي هي رقم خمستاشر عند ده واتناشر عند ده وطلتاشر مسلا يعني طيب النتيجة مش هتظهر بعد الامتحان زي التجريبي يعني لما تخلص الامتحان مش هيجي لك الاجابات الاختياري دي تمام طيب يبدأ الامتحان التسعة وينتهي الساعة اربعة من تسعة الصبح الاربعة معنى كده ان هتتقسم محافظات زي الامتحان التجريبي آآ طبعا آآ عشان كده ممكن تكون الامتحانات موحدة ومش موحدة يعني ايه موحدة ومش موحدة آآ مش موحدة ان فيه نمازك الف وبه وجيم ودال بس قلنا ان ممكن تتلغبط يعني السؤال الاول يبقى رقم تلاتة هنا ورقم خمسة هنا ورقم سبعة هنا ويغير مكانه يعني تمام طيب النقطة التانية الامتحان من على اي جهاز مش لازم التابلت الامتحان من على اي جهاز مش لازم التابلت تمام ده بقى الموقع اللي هتجيب منه الاكواد تمام هسابه لكم في رابط تحت الفيديو حلوة الموقع ده انك لما تخش عليه بيفتح لك كزا اتجاه وكزا صفحة تمام اتأكد ان التابلت بتاعك متحدس واللي محدسش يخش زي ما اشرحنا قبل كده على بعدين على دبط يادوي يعني دبط يادوي تمام طيب اول ما تضغط على الرابط هيفتح معاك الموقع ده تمام آآ قبل ما تختار الجنسية وتظبط شوف انت ايه مشكلتك اضغط على هنا لطلب المساعدة يعني انت اول ما تختار الجنسية هيوديك على الموقع التاني مسلا اختار مصري تمام على طول هيفتح لك الموقع على انك انت تدخل رقم القوم والكلام ده طيب ماشي لو انت بقى عايز طلب المساعدة مجرد ما تضغط طلب المساعدة لو انت عندك اي مشكلة هتفتح طلب المساعدة ده يوديك على الصفحة دي الصفحة دي فيها ايه بقى دي الصفحة بتاعت الامتحان التجريبي تمام هتدخل بقى بياناتك وبريدك الإلكتروني مسلا اه وبعدين اه رقم تليفون علشان اه يتصلوا بيك يقولوا لك حل مشكلتك ازاي لو حدست معك مشكلة تمام يعني كل ده كانوا هم عاملينه علشان حل المشاكل فالناس اللي تكلمتني في التعليقات واللي بعتتلي على الوطف كل اللي عنده مشكلة اه يجرب الرابط دي وان شاء الله ايه هتفتح اه معاه في اخر الرابط ده من تحت بقى عندك ايه عندك انت جايب لك هو ده الكلام اللي عاد بتاع الامتحانات التجريبية بس جايب لك رابط مفيدة تاني من تحت تمام اه مراجعة الخطوات الدخول على منصة الاختبارات من الرابط ده تمام بيوريك ازاي موقع الحصول على اكواد اهو الموقع ده اه كودي الجلسة موقع الحصول على اكواد الاختبارات تمام منصة الاختبارات تمام هام جدا 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 للطالب لابد دائما التأكد من ان الجهاز متصل بالشبكة استخدام اسم المستخدم وكلمة السر للدخول وليس الايميل انت بتخش باسم المستخدم وكلمة السر عدم اطلاع احد على الاكواد ما توريش حد الاكواد بتاعتك عشان ما حدش ياخد نتيجتك تمام بعدين اه الاكواد الخاصة بيك عدم ارسال كلمة المرور لاي حد نهائي تمام طيب بعدين بقى اوقات الدخول على المنصة طبعا دي اللي هي كانت الاوقات القديمة لسه تنزل اوقات ايه جديدة كل ده شرح ممكن ايه يفيدكم في اه اي سؤال انتو بتسألوه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة